أهلاً بكم مقرر الكيمية الكهربية كام 233 نواصل في الوحدة الثامنة جهد القضب وقياسه كيف نحسب جهد أي قضب؟ مثلاً تعيين جهد قضب الخارسين كيف يتم قياس جهود الأقطاب؟ ذكرنا أن جهد القضب لا يمكن قياسه بصورة منفردة كيف بصورة منفردة؟ يعني لا يمكن أنك تجيب قضب الخارسين أو الرصاص أو غير من الأقطاب وتقول أنا أريد أن أجيس جهود هذه الأقطاب بدون توصيل بأي قضب آخر طيب كيف نجيس جهود الأقطاب؟ لا بد من توصيل القضب بقضب قياس آخر يعني لازم تكون خلية وتكون مكونات هذه الخلية هي القضب المراد قياسه والقطب الآخر عبارة عن قضب قياسي مثل قضب الهايدروجين القياسي مثلاً في هذه الخلية القضب المراد قياس جهده هو قضب الزنك بينما القضب القياسي هو قضب الهايدروجين إذن كونا خلية من قضبين وعندنا فولت ميتر لقياس جهد الخلية طيب كونا الخلية ما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة التالية هي قراءة جهد الخلية من خلال الفولت ميتر الآن الفولت ميتر أعطان قراءة وهي 76 من 100 فولت وهو جهد الخلية نستخدم هذا القانون قانون هام جداً يجب إنك تحفظ تماماً جهد الخلية القياسي يساوي جهد الكثد القياسي ناقص جهد الأند القياسي جهد الخلية كم؟ موجود من خلال الفولت ميتر 76 من 100 فولت وجهد الكثد هو صفر لماذا صفر؟ لأنه جهد قضب الهايدروجين القياسي تم الاتفاق على أنه يساوي صفر ناقص جهد الزينك وهو القضب المراد حساب جهده إذن الآن عندنا عملية رياضية بسيطة ونستطيع بسهولة حساب جهد الزينك وهو سالب 76 من 100 فولت وهنا عندنا ملاحظة هامة إن هذا هو جهد الاختزال سالب 76 من 100 فولت هو جهد اختزال الزينك بينما جهد الأكسي ده هو نفس جهد الاختزال ولكن بإشارة مختلفة إذن هو زايد 76 من 100 فولت بهذا ننهي هذا الدرس ونلتقي في دروس قادمة لشرح مقرر الكيميا الكهربية